سلام عليكم وهلوهلوه مساء السعادة على احلى اميرات في الدنيا كل سنة وانتو طيبين يارب كل ايامكم فرحة واعيات عيد سعيد عليكم النهاردة كده عدينا اول يوم العيد بسرعة بسرعة كتبولي في الكونس عملته ايه النهاردة يارب كل ايامكم فرحة واعيات عدينا رمضان وايام وجريت بسرعة بسرعة يارب يهلوا علينا تاني واحنا كلنا في افضل حال يارب الايام الحلوة دايما بتجري بسرعة بقى ربي كل ايامكم فرحة وسعادة واعياد وراحة بال اللهم امين النهاردة مع بعض فيديو مبهج كده وحلو قوي عادات وتقاليد للسيدات مختلفة واحتفالهم كمان باجواء العيد النهاردة عنعيش مع بعض فيديو خفيف اتمنى ان هو يعجبكم استنى لايكاتكم وتعليقاتكم واشتراكك في القناة لو اول مرة تشفينا ما تنسيش السابسكرايب اكتبي لي الكومنت عشان ارحب بوجودك معينا في احلى عيلة في الدول طبعا كل سيدة وكل بلد ليها جمالها وليها عددها وليها تقاليدها زي السيدات التركية كده اللي دايما كده بتحاول تدينا البهجة من افكارها سواء ان هي عملت ديكور كده بسيط من البلونات على الحيطة بنشوف سيدات كتير قوي وافكار الديكورات كمان حتى في الاعياد عشنا مع بعض اجواء جميلة كمان في ديكورات رمضان حتى العيد كمان ممكن نعمل ليه شوية بلونات شوية افكار في البيت الحاجات تبتبقى مبهجة قوي احنا نفرح نفسينا على قد ما بنقدر فعيشنا معاها كمان وهنعيش معاها بقية افكارها كمان ليه العيد بس الفيديو النهاردة معانا كان سيدة حتى كمان السيدات المغربية اللي دايما بتقدم لنا افكار التحليات كمان اللذيذة كل بقى حتى وليه التقدمات المختلفة يعني عندنا مثلا الكحك والبسكوت والبسكوتات المختلفة بانواع المختلفة دي برضو من الحاجات الاساسية اعتقد برضو ان هي موجودة في دول تانية اكتبوا لي برضو في الكومنس النهاردة التحليات المختلفة اللي انتوا قدمتوها في الاعياد بنقدم كمان برضو بعض التسايلي بقى الترمس والسوداني والشوكولاتات والحاجات دي كلها تبقى اجواء حلوة جدا جدا وخصوصا بقى لما تتجمع الحبايب والعيلة والأسرة بجد بتبقى اجواء مفيش احلى منها فيارب كده كل ايامكم فرحة واعياد وتكونوا عديتوا اليوم النهاردة كده وانتوا في افضل حال يا رب اللهم امين شفنا معها كمان تقدمات الكذا تقديم لي الترابيزة بتاعتها سواء تقدمتها لي التحلية بانواعها المختلفة او كمان انواع التسايلي كمان برضو بتبقى من الحاجات اللذيذة او في التقدمات تقدمها كمان برضو للشاي او للمشروبات المختلفة كانت برضو من الحاجات الحالوة شفنا ليه كمان برضو تقدمات الشوكليت او التقدمات الخاصة انا عارفة ان انتو بتعمل الكومنت على الاجزاء دي من الفيديو حاجات اللي فيها العين وفيها الخرزة وكده بس بعيد عن المعتقدات الدينية احنا مش بنتكلم على كده احنا بنشوف افكار التقدمات حتى لو مش بنتكلم على نفس الشكل بس احنا ممكن نخلي شكل الترابيزة بتاعتنا او التقديم بتاعنا كله متشابه نفس اللون مثلا او نفس الشكل او نفس الرسمة ده بيخلي شكل التقديم بتاعنا بيكون افضل طبعا بكتير كمان برضو عندنا نرجع ليه السيدة التركية اللي كانت حلوة كمان برضو في كام حاجة تقدر ان هي تعملها كمان في العيد عندها دايما كده يعني بنحاول بقى في العيد نجيب اللبس الجديد التقدمات الحلوة بتاعتنا زيارة الحبايب كلهم وكمان من الحاجات المهمة التوزعات بتاعت العيد على الاطفال بتبقى برضو من الحاجات اللي بتفرحهم جدا جدا هي بدقة تجيب اكياس او بكت كده صغيرة تحط فيها قطعة من الشوكولت او البسكوت وبتحط لهم كمان مبلغ صغير كده كعادية بيفرح كمان الاطفال بدقة تعمل بقى وتوزع على افراد الاسرة الاول برضو هم اولى بالمعروف يعني نقدم لهم كل الحاجات الحلوة دي وكمان بدقة ممكن نحنا نوزع ساعة الصالة مثلا ممكن بنوزع برضو على الاطفال او في الشارع طول ما احنا ماشيين بالله اطفال بنوزع عليهم فبتبقى من الحاجات المبهجة والحاجات الحلوة قوي اللي كمان لو خليتوا الاطفال يشاركوا فيها هم كمان نفسهم حيفرحوا من الحاجات اللي هم بيعملوها فدي برضو من ابسط الحاجات اللي تقدروا تعملوها كمان كنوع من فرحة ليكم وليهم هم في نفس الوقت ده المقطع اللي احنا شوفناه في اول الفيديو يعني من بعض العادات كده عندهم اللي هم الصبح يقدموا القهوة لأزواجهم بعض الزينة البسيطة زي ما قلنا في البيت حتى لو بلونات نفس العيد الجديد هي كمان حتى عاملة ماتشا حلوة قوي ما بينها وبين بنوتتها في الفستان بتاعها وبتبدأ ان هي تقدم القهوة لزوجها علشان يديها العاديات حتى احنا مهما جبرنا كده برضو بنحتاج ان احنا ناخد العاديات بتبقى فرحة بتبقى حلوة لي نويل اولادنا يا رب دايما كده يهنيكم ويساعدكم يا رب في قدمت القهوة وكانت مستنيها كمان العادية بتاعتها علشان تفرح هي كمان خصوصا ان بنوتتها صغيرة لسه مش وعي شوية للاجواء دي فهي كمان تفرح نفسها بنفسها ولو بحاجة بسيطة وبعدين كمان هي مش اكتفت بقى بمرة وبخلاص لقل هو كل شوية بقى تقدم القهوة ومحتاجة ان هي تاخد العادية كمان بتستغل بقى فرصة ان بنوتتها صغيرة فتاخد العادية مرة واثنين وثلاثة وهو كمان برضو بيحاول طول الوقت ان هو يعني يعمل نفسه ان هو مش فهم فبجدت بتبقى من الحاجات الحلوة اوي العديات والتوزعات والحلويات والزيارات والخروجات والحاجات دي كلها تبقى اجواء لطيفة اوي لنا كمان احنا ككبار يا رب كل ايامكم كده تكون سعادة ويفرحكم يا رب كمان برضو التجميع بتاع الاهل والحبايب على الغداء وعلى التجمعات بتاعت الاكل برضو وردنا تقديم صفرة مميز جدا بتنظمها وبترتيبها وكمان بي الاكلات المختلفة اللي هي بتقدمها تحليات ومقبلات واصناف مختلفة حتى لو بتتجمعها على الفطار او على العشاء او على الغداء برضو نحاول لقد ما نقدر ندخل اجواء بهجة ما بين افراد الاسر حتى ندخل بعد كده على السيدة التالتة معنا وهي سيدة عراقية برضو اهتمامها بالتفاصيل العيد الجميلة جدا جدا في اول يوم العيد كانت من الحاجات الملفتة والجميلة تقدمها كمان للتوزعات هي بدقة ان هي تجيب الكندي والشوكلة والعيديات بتاعتها حطتهم كده هنا في الكورنر ده وبدت ان هي تجيب العلب خصوصا كمان هي مخصصة حاجات للبنات حاجات للاولاد مخصصة حاجات للاطفال السن الصغير او السن الكبير عاملة باكتس باشكال مختلفة وبافكار علب و توزعات مختلفة وبنشوف كمان حتى لو مش هنشتري اللي هي العلب اللي هي الجهزة دي احنا بنشوف كمان افكار لي فيديوهات كتير قوي اللي هي بتستخدموا فيها الورق الورق الفوم والورق الكنسون والحاجات دي كلها بتقدروا ان انتوا تعملوا العلب دي نفسها ومش شرط كمان العلبة زي ما شفنا السيدة التركية الاكياس اللي هي العادية الشفافة دي تقدروا برضو ان انتوا تعملوا تغليفات حلوة ممكن ورق السلوفان اي ورق عندك شكله لطيف ممكن تعملي فيها التوزعات حتى لو هتقدمي بسكوتاية او شوكولاتاية كده للاولاد اللي في الشارع برضو اعتبقى اجواء مبهجة قوي فبردو كانت من التوزعات الجميلة بتاعتها كمان وخلت الكورنر بتاعها مميز جدا جدا بدأت ان هي تعمل كمان تقدمات على الترابيزات انواع الكاندي المختلفة انا عايزاكم تكتبولي في الكومنس بقى انواع الحلويات زي ما شفنا كده انواع مختلفة للتحليات اللي موجودة في رمضان قلولي كمان برضو الحاجات الاساسية اللي موجودة عندكم في العيد اي بدأت ان هي تقدم الشوكولات وتقدم الكاندي بطريقة كمان توزعات حلوة وفيه انواع البسكوتات زي ما قلنا والكحك والحاجات دي برضو من الحاجات اللي بتكون مميزة جدا فيه الاعياد فبدأت ان هي تورينا الافكار المختلفة للكورنر بتاع الحلويات اي ممكن ان هي تقدم الحاجات فيه التوزعات دي وممكن ان هي تقدمها طبعا فيه الاطباق مش شرط ان احنا نعمل ده بس احنا بنقول التوزعات بتدي اجواء بهجة افضل طبعا وبتفرح الناس ككل اخر سيدة معينا وهي سيدة من اصول هندية طبعا عارفين ان مهما كانت الجنسيات المختلفة فيه طبعا مسلمين موجودين في كل مكان احتفالها بكورنر كده صغير بدأت تقدم فيه التحليات بتاعتها كمان برضو للعيد باللبس المميز لها والاولادها كانت برضو من الحاجات اللي احنا شفناها من ثقافات مختلفة حوالينا نقدر ان احنا نشوف كل العادات والتقاليد وطرق الاحتفال بتاعتهم تكون عاملة ازاي ده كده كان فيديو النهاردة يا احلى امراتي يا ربي يكون عجبكم وتكونوا عشتوا اجواء العيد اللي كلها فرحة من سيدات مختلفة التركية والعراقية والسيدة المغربية والكمان الهندية يا ربي كل ايامكم فرحة وسعادة امراتي بشكركم على حسن المشاهدة وبتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم بكل حاجة تعجبكم وتفيدكم استنى لايكاتكم وتعليقاتكم وقلولي عملتوا ايه النهاردة في اول يوم العيد نتقابل بكرة ان شاء الله بفيديو جديد وافكار جديدة واجواء عيد جديدة ان شاء الله شوفكم على خير الفيديو الجاي امراتي والسلام اشتركوا في القناة ويقولون اشتركوا في القناة